نظم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية وأثره في دعم الصورة الذهنية لرجل الشرطة وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية العربية عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تحرص وزارة الداخلية على مشاركتها في كافة الفعاليات الأمنية العربية بما يسهم في دعم منظومة العمل الأمني العربي المشترك لمكافحة الجريمة بشتة صورها واستمراراً لهذه المشاركات فقد نظم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالقاهرة بتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية وأثاره في دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة بمشاركة عدد من ممثل وزارات الداخلية العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس شكراً على هذه المبادرة التي لها دور وبعد مهم جداً في إطار التوجهات الحديثة الأمنية العربية كانت فرصة جداً جميلة أن نسمعكم ونسمع تجاربكم طبعاً أكيد الأمن الشامل من أجل تحقيقه يجب أن تكون هناك شراكة مجتمعية على مستوى الوطن الورشة دي بتأتي استمرار للفعاليات اللي بنظامها المكتب العربي التوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب في إطار الدور اللي بيطلق به المكتب في تنمية وطاق المهارات الكوادر الشرطية العربية عن طريق تبادل الخبرات بين مختلف وزارات الداخلية العربية أتوجه بالشوق إلى وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية على التعاون والتنصيق في إعداد ورشة العمل التي نحن بصدقها والتي تأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة في المكتب العربي بالتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان استعرضت الورشة المبادرات الإنسانية والجهود التي تبدلها أجهزة الشرطة لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها التجربة المصرية الرائدة في إطلاق المبادرات الإنسانية والتي تطلقها الوزارة لخدمة المجتمع وتوفير احتياجاته الأساسية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتجسدت في توجيه قوافل طبية لهم وتنظيم زيارات ميدانية لدور الرعاية الاجتماعية في مختلف المناسبات ودعمهم ومساندتهم ماديا ومعنويا وفك قرب الغارمين والغارمات ودعم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمفرج عنهم كذا تم استعراض التجربة المصرية في تحقيق التواصل الفاعل مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرة طولنا واحد بمراحلها المختلفة وأوسط الورشة في ختام فعلياتها بالعمل على تطوير وتحديث الآليات الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي للشرطة وتحقيق مزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدني لإطلاق مبادرات مجتمعية واعتماد واستحداث الإجراءات التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات شراطية بشكل متميز